موسيقى مشاهديننا مرحبا فيكم في برنامج المؤشر والذي دائما نصل فيه ضوء على حركة الدولات في بورصة الكويت مشاهديننا يعني دقائق بسيطة تفصلنا عن اغلاق باب المزاد حتى هذه اللحظة عزاء المشاهدين وصلت السيولة النغدية إلى 49 مليون دينار ونلاحظ أن الإيجابية مكتسية جميع الغطاعات في شكل عام سواء السوق العام السوق الأول والسوق الرئيسي لكن مشاهديننا نذهب معكم سريعا إلى استيديوهاتنا في بورصة الكويت وزميلنا عايد الأنزي عايد مسيك الله بالخير رضعنا في الصورة في أولى هذه الجلسات من هذا الأسبوع مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم فعلا يوسف هي جلسة إيجابية جلسة خضراء بقوة شرائية كبيرة جدا تصل 50 مليون إلا شيء بسيط وكذلك لاحظ الارتفاعات الإيجابية على كثير من الشركات القيادية وهذا أمر جدا ممتاز يعني صعود شمولي للسوق ككل صعود شمولي للسوق ككل وخاصة الحاليا وأنا قاعد أتكلم بإغفال المزاد في دخول مميز على أكثر من شركة لذا كنا نلاحظ مشاهدين الكرام رح ترتفع كثير من الشركات في نهاية هذه الجلسة ورح تزداد الكمية المتداولة وكذلك القيمة في نهاية الجلسة لكن خلنا نضعكم بصورة مشاهدين الكرام مع نهاية الجلسة ونشوف الوضع العام اللي رح تقول إليه هذه الجلسة الإيجابية والجلسات هذا الأسبوع والشراء الجماعي شراء الجماعي على معظم الأسهم دون استثناء يعني هذا أمر جدا طيب وأمر جدا إيجابي خلنا نشوف معكم مشاهدين الكرام مغفرة المزاد لأنني قاعد أشوف في هذه اللحظات طلبات جدا مميزة على بعض الشركات القيادية وخاصة بيتك اللي فيه طلبات جدا ممتازة وكذلك بعض الشركات الأخرى في هذه اللحظات مشاهدين الكرام اللي قاعد أشوفها وأنا قاعد أتابع الوضع العام مشاهدينه يعني طلبات مميزة وأعتقد أنه لم يتبقى إلا دقيقة لكن اللي قاعد أشوفها في هذه اللحظات بيتك يطلب طلبات جدا مميزة ومشاهدين الكرام. كذلك والله أكثر من شركة تطلب طلبات جيدة. وكذلك الوطني. الوطني بوضعيته جدا ممتازة. لكن أعتقد العرض أكثر من الطلب الوطني في هذه اللحظات. بيتك بطلبات جدا ممتازة. داولة 13 مليون. بوبيان. بوبيان. بس العرض كبير جدا على بوبيان. العرض بالحد الأدنى. بوبيان ستمية واثنين خمسية وسبعة وخمسين. بوبيان يتعرض لضغوط بيعية جلسة الخميس واليوم. الكويتية الاستثمار. لا وضعية جيدة. المشاريع كذلك بوضعية إيجابية. ستقفل على 133 تقريبا. كذلك ألاحظ مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. أعيان تطلب 156 ثلاثمية ألف العرض. 350 في هذه اللحظات. والعرض 155 ثلاثمية وخمسة وسبعين. الامتياز 64 ونصف الامتياز. بطلب جدا طيب مشاهدين الكرام. عقارات الكويت كذلك في السيل صعودا. وفي هذه اللحظات بطلبات إيجابية ودشين المزاد. دشين المزاد في اللحظات الأخيرة. مشاهدين الكرام. والوضع العام الذي ستقول إليه هذا الجلسة في نهايتها. الذي ستقول إليه هذه الجلسة في نهايتها. ولكن هي جلسة إيجابية، خضراء في نهايتها. مشاهدين الكرام والذي يشوفها في طلبات مميزة على أكثر من شركة. طلبات مميزة على أكثر من شركة في نهاية هذه الجلسة. دuck شراء الشركات الرخيصة أو شركات السوق الريس المضاربية. اليوم تتقلق بصورة كبيرة. استهلاكية سترتفع في نهاية الجلسة. السكب سيرتفع جداً في نهاية الجلسة. لاحظة شركات الأخرى. والله مدية العمال بطلب جداً طيب. لكن لا يوجد عرض. سيرتفع جداً طيب مدية العمال. لا يوجد عرض. منشآت كذلك بطلب جيد. سترتفع أكثر منشآت. لا يوجد عرض أكثر من الطلب في هذه اللحظة. سنرى معكم. عربية عقارية تطلب 57.5% لأعلى 33 ألف. لكن ستقفل على 52.4 عربية عقارية سنرى معكم بغية الشركات الأخرى آسيا بطلب جدا إيجابي 400 ألف عند 62.6 معروض 421 نرى الطلبات تزداد على بعض الشركات سكوك سكوك ستتراجع إلى 27 في هذه اللحظات نرى معكم وضعية جيدة لبعض الشركات وشركات أخرى التعرض لضغط بيعي لكن أكثر الضغوط البيعية حاليا على بنك بوبيان على بنك بوبيان مشاهدين الكرام أكثر الضغوط البيعية في نهاية هذه الجلسة لكن هي جلسة إيجابية وأعتقد المزاد قابق أو سين أو أدنى ودشين التسعة وثلاثين ودشين التسعة وثلاثين في هذه اللحظات مشاهدين الكرام وعشرين ثانية ننتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة مثل ما قلتنا هو صعود شمولي مشاهدين الكرام صعود على معظم الأسهم دون أستثناء صعود مميز على أكثر من شركة وشركات القيادية تتألق بقيادة الوطني وبيتك وكذلك يعني معظم الشركات السوق الأول اليوم في المنطة الخضراء وبقوة شرائية كبيرة جدا أعتقد تفصلنا ثواني ليش ما نتابعوا ياكم مشاهدين الكرام ونشوف اللحظات الأخيرة ليش لا نشوف الإقفال ها هو الإقفال وهو جرس الإقفال مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة الجلسة الإيجابية سولة تسعة واربعين مليون ثمانمية ونشوف أين صارت السيولة واحد وخمسين مليون تسعمية وثمانية وثمانين مليونين مليونين صعودا وشوي مشاهدين الكرام في سيولة هذه الجلسة مليونين وشوي مشاهدين الكرام بصعود في نهاية هذه الجلسة الجلسة المميزة الجلسة الإيجابية الجلسة الخضراء واللاحظ فيها مشاهدين الكرام مضعية بعض الشركات في نهايتها هنا نهاية إيجابية لأكثر من شركة اللي قاعد أشوفه أنا في هذه اللحظات بيتك يرتفع في أربع فلوس في نهايتها بيتك أربع فلوس مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة ونشوف معاكم شنو صار في نهاية هذه الجلسة الإيجابية الخضراء وبقوة الخليج فلس الدولي يستقر بورقان ثلاثة فلوس بيتك أربع فلوس بوبيان أعيان أعيان 155 تقفل أعيان تقفل 155 لأعيان معروضة في هذه اللحظات اللحظة المشاريع 133 الصبح كانت 133 المشاريع اللحظة الكويتية ثلاثة فلوس استثمارات وطنية 6 فلوس المشاريع من هذه الثلاثة فلوس أعيان تستقر في نهاية المطاف أعيان 6 فلوس 155 لأعيان وكذلك الامتياز فلس وسبعة عشر الفلس عقارات الكويت مشاهدين الكرام بفلس صعود المباني فلسين تجارية العقارية فلس وألاحظ الصناعات الوطنية 5 فلوس الكيبلات 8 فلوس صعود وأجلتي 5 فلوس بوبيان تستقر في نهاية الجلسة هو التأثير واضح مشاهدين الكرام على بعض الشركات لكن بوبيان كان متراجع لكن فعلا أقفى الإقفال جدا طيب ويطلب أصل 400 الف اللي كانت معروضة بالمزاد لاحظ مشاهدين الكرام في الطلب جدا طيب أعيان في هذه اللحظات 155 تتعرضي ضغط بيعي واضح في نهاية الجلسة لكن مميز أعيان مميزة في تداولات 6 فلوس صعود شيء مميز لأعيان أمانة 22 مليون عقارات الكويت كذلك كمي فلس تجارية العقارية فلس الصناعات الوطنية بخمس فلوس صعودا كيبلات 8 فلوس الجلسة بخمس فلوس صعودا اللحظ جي أف إتش فلسين وعشرية الفلس اللحظ ميزان 11 فلس المتكاملة 10 فلوس تمال الزور بفلس البورصة 7 فلوس والغانم 3 فلوس صعودا يعني هي جلسة مميزة مشاهدين الكرام والله الشركات الرخيصة اليوم تتعلق بصورة جدا وامتازة خاصة شركات السوق الرئيسي أعتقد اليوم معظم شركات السوق الرئيسي اللي بالعشرينات والاربعينات اليوم وضعيتهم جدا وامتازة وفيهم صعود جدا طيب وكذلك الشركات اللي تقترب من الميتفلس خاصة الوطنية العقارية اليوم وضعيتها جدا إيجابي ونشاط واضح على هذه الشركة وكمية تداول كبيرة جدا وكذلك بقوة شرائية جدا كبيرة جدا يعني ممشاهدين الكرام اللي قاعدين نقوله واللي في نهاية هذه الجلسة هو صعود شمولي صعود شمولي طال جميع الأسهم سواء السوق الأول أو السوق الرئيسي لكل ارتفع ارتفعات جدا طيبة في الآون الأخيرة يعني أقل السهم ارتفع في الآون الأخيرة عشرين لثلاثين بلميوم من سعر آخر سعر التراجع فيه نكمل معاكم مشاهدين الكرام ونشوفوا السوق الرئيسي ووضعيته في نهاية هذه الجلسة وشنو صار على بعض الشركات في نهاية هذه الجلسة أعتقد أنه يعني ما صار لك الشي طيب إن شاء الله لأكثر من شركة ولاحظنا فيها اللون الأخضر والقوة الشرائية المميزة ونتابع معاكم مشاهدين الكرام السوق الرئيسي في هذه اللحظات ونلاحظ التجاري يرتفع خمس فلوس الأهل يتراجع فلسين المتحد يتراجع فلس الخصوصية فلسين صعود مساكن بفلس وسبعة عشر فلس دلقان عشر فلس العيدة تراجع العمار بارتفاع إيفا فلسين صعود الساحل المشاهدين الكرام يتراجع فلسين فاصل أربعة البيت بعشر الفلس المركز المالي بصعود كميفك كذلك الخليجي يتراجع خمس تعش فلس الخليجي يتراجع خمس تعش فلس والأولى الأولى ارتفاعات مستمرة الأولى ارتفاعات مستمرة مشاهدين الكرام ستة مليون تداول الأولى بيان بتراجع كامكو فلسين وعشر الفلس صعودا وطنية الدولية القابضة ثلاث فلس مشاهدين الكرام تراجعا يونيكاب بعشرية الفلس مدار بفلسين تراجع عن الصفات أربعة فلوس الصفات أربعة فلوس للصفات يعني تألقت بصورة واضحة لصفات أسبوع الماضي كانت مئة وأربعة صكوك تستقر في نهاية الجلس سبع وعشرين. نور بخمس فلوس ارتفاع عن مشاهدين الكرام. الإماراتية بفلس بسبعة عشار الفلس. آسيا بسبعة عشار الفلس. رأسيات تتراجع لكن الشركات التأمين. عند الكويت للتأمين للتأمين بخمس فلوس. الأهلية لخليج التأمين 50 فلس و4 تأمين تتراجع لعادة 13 فلس وأولى تأمين تكافل 4.7 وثاقة 3.1 لكن لو نشوف الوطنية العقارية قبل ما نتكلم عن العقارات المتحدة التي فيها تداولات قياسية اليوم الوطنية العقارية 4.9 ومطلوبة في إغفالها 93.5 يعني تداولها 8 مليون و129 كذلك العقارات المتحدة مشاهدين الكرام بصعود 56 تداول 8 مليون و56 الصالحية العقارية صعود فلسين أجيال بتراجع المصالح العقارية عقارية عشرية صعودة عربية عقارية 3.155.000 العقارية 3 فلس إنجازات بـ 18 الفلس سنان بتراجع عيال العقارية مشاهدين الكرام بيرتفاع فلس و17 الفلس عقار بـ 14 الفلس منشآت بتراجع دبي الأولى بيرتفاع عشرية الفلس منازل ومدينة الأعمال بيرتفاعات جدا جيدة خاصة مدينة الأعمال تقترب من مستوى 70 فلس مدينة الأعمال سمنت الكويت 3 فلس مشاهدين الكرام السكب تسعة وثلاثين فلس. تسعة وثلاثين فلس السك. كان صاعد أكثر. كان صاعد فوق الخمسين فلس السك. وطني المواد البنية تتراجع. المعدات فلس وست عشر الفلس. استهلاكيه بيرتفاع فلس. السينما ثلاث وستين فلس ارتفاعا. البترولية ثلاث وعشرين فلس. التنظيف اللي كان ثلاث وعشرين محد يبيه اليوم واحد وثلاثين. تداول جيد اليوم للتنظيف في الأيام. خاصة في الأيام الماضية. عربي قابضة. كفة وفة تعتقد استراحة محاربة. ومن ثم انطلاقة جديدة. مشاهدين الكرام مع تشغيل شركات الضمان الصحي. أريد 11 فلس. الرابطة 4.1 صعودا. وكذلك نابسكو. فيما المعامل تتراجع. والتخصيص اللي كانت مرتفعة. الجلسة دولة 4.4.4 تستقر في نهاية المطاف. كذلك كمية الطاقة. فيما نلاحظ مشاهدين الكرام. الامتيازات والتحصيلات وإيفا فنادق. اليوم جميعهم بارتفاعات. لكن آبار تتراجع فلسين. المشتركة بارتفاع 5 فلوس. يوباك بـ 15 فلس. مشاعر بنص فلس. ارتفاعا أولى. ووقود تتراجع 5 فلوس. مبرد ومنتزات. والله بصعود جدا طيب. مبرد مجموعة عيان. مبرد مجموعة عيان. 5.4 فلس صعودا. 89.4. نلاحظ التقديم التكنولوجي. مشاهدين الكرام. يتراجع مع السور في مي فيوتشار كيد. بيع فلسين. 19 الفلس. جياد اليوم تسجل المستوات جدا طيبة. دولة 20 مليون و 537 فلس ونصف مطلوبة في نهاية الجلسة. جياد. مليونين وشوي مطلوبة. الغابضة المصرية بـ 4 فلوس. ونفست 3 فلوس ونصف. ونفست كان 70 أسبوع الماضي. اليوم 4.4. استي سي بفلسين صعودا. المنار بـ 17 فلس. و جي تي سي تطلب 156 ألف مشاهدين. الكرام 8 فلوس صعودا لجي تي سي. هي جلسة إيجابية. جلسة خضراء. القوة الشرائية كبيرة جدا في نهاية الجلسة. 52 مليون و 579. نستثني اليوم الخميس. مشاهدين الكرام. مراجعة فتسي راسل. نستثنيها اليوم. لكن السؤولة هي جدا ومتازة. 52 مليون و 527 مع صعود. لجميع المؤشرات بصورة واضحة. مواشر السوق الأول. 42 نقطة. 18 نقطة. مواشر السوق الرئيسي. 50 نقطة. يتفوق السوق الرئيسي في هذه الجلسة. على السوق الأول. مواشر السوق العام. 43 نقطة. و 17 نقطة. هي جلسة إيجابية. مشاهدين الكرام. شمولية لجميع الأسهم دون استثناء. شمولية لجميع الأسهم دون استثناء. نأمل التوفيق للجميع. نأمل إن شاء الله جلسة تغدت تكون أفضل من هذه الجلسة. مع شراء جيد على بعض الشركات التي لم تتفعد في الآون الأخير. ترتفع إن شاء الله. كل الشكر لك يوسف. وكل الشكر لمشاهدين الكرام. كل الشكر لك زميلنا عايد العنزي على هذا الإيضاح. وهذه الإيجابية اللي أكت عليها يا أبو عبد الله. حول جلسة اليوم. وهي الجلسة الأولى. من تداولات هذا الأسبوع. يعني بعد الإغلاق. مشاهديننا السيرة النقدية هي الأهم. 52 مليون دينار قويتي. مشاهديننا السوق العام اليوم في تداولات هذا اليوم. سبعين. سبعة ألاف. و 47 نقطة. السوق الأول. 7,821 نقطة. السوق الرئيسي 5,498 نقطة. إجمالي عدد الصفقات. مشاهديننا 12,160 صفقة. القيمة المتداولة 52 مليون دينار و 579 ألف. الكمية المتداولة 301 مليون سهم. مشاهديننا لو نسوي مقارنة سريعة بين جلسة اليوم والجلسة الأخيرة. متداولات الأسبوع الماضي ليوم الخميس. يوم الخميس. مشاهديننا كانت أجمال أدد الصفقات. يعني 15,067 صفقة. اليوم عندنا 12,160. عندنا اليوم 301 مليون سهم. وتدولات يوم الخميس 376 مليون سهم. والأهم القيمة المتداولة بالنسبة للأسهم. يوم الخميس 85 مليون دينار. اليوم عندنا 52 مليون دينار. يعني فرق واضح بالنسبة للسيولة النغضية. السيولة النغضية كانت في يوم الخميس. يعني جدا في ارتفاع واضح. واليوم عندنا فيها بما يوازي. نقدر نقول 30 مليون دينار كويتي هي الفرق بين السيولة النغضية بين تدولات يوم الخميس وتدولات يوم الأحد. لكن مشاهدينا ولتسليط الضوء أكثر حول جلسة هذا اليوم. وهو اليوم الأول. ينضم لدينا من بورصة الكويت المستشار الاقتصادي الاستاذ علي الاعنيزي بعد التعية صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية وعمليات شراء انتقائية بقيدة أسهم السوق الأول. تعليقك على جلسة هذا اليوم. بالبداية رحي فيك أخوي يوسف بسادة المشاهد الكرام. أولا الفرق ما بين السيولة في جلسة الخميس وجلسة اليوم كان لصالح جلسة اليوم. بما أن هناك سيولة كانت استثنائية تنفيذ مراجعة فوتسي رسل خلال جلسة يوم الخميس بحوالي 30 مليون دينار. بالتالي هذه مراجعة دورية. ولا نستطيع أن نحكم على أو لا نأخذها باعتبارات السيولة. نخصمها من السيولة. بالتالي سيولة اليوم كانت جدا ممتازة. جلسات يوم الأحد دائما يكون هناك هدوء في التعاملات. جلسات يوم الأحد تكون فاترة. خصوصا أن الأسواق العالمية وخصوص الأسواق الأمريكية مغلغة اليوم. وغدا أيضا يوم الأثنين لديهم عطلة. ولكن اليوم تداولاتنا كانت كبيرة جدا. نعتقد أن مدعوة قد يكون بأجواء سياسية جيدة وعملية انتظار لتشكيل حكومي وزاري جديد. بالتالي السوق الآن ينشط بهذه القوة. عمليات شراء على معظم الأسهم. وزع على جميع الأسواق. السوق الأول سوق رئيسي سوق رئيسي خمسين سيولة السوق الرئيسي مرتفعة 11 مليون دينار ونصف أيضا عدد الأسهم المتداولة 145 مليون سهم. إذن هناك نشاط جمالي وجماعي كما تحدث عائد قبل قليل. الأسهم القيادية أيضا عمليات شراء وحتى خلال نهاية الجلسة. هناك سلوك اليوم مغاير في وضع الطلبات والعروض خلال فترة المساعدة كانت متغاربة جدا وتدور حول مستوى سعر الأقفال. بينما في جلسات دخول الصناديق العالمي ومشارات الناشية نجد أنه بالحد الأعلى والحد الأدنى وهناك توازن. اليوم أعتقد أن هذه سيولة محلية بحتوى صناديق وسلوك وأداء صناديق ومحافظ أيضا محلية للشراء وتكوين مراكز عند هذه المستوية. نعم أستاذ علي أنت أكد هذه المعلمة وقلت أن ارتفاع السيولة النغدية كان لسبب واضح بالنسبة لفوتسي رسل 85 مليون دينار كويتي واليوم عندنا السيولة النغدية 52 هل هذه هي السيولة المتوقعة من تدولات هذا اليوم وتدولات يوم الخميس؟ لا حقيقة اليوم دائما يوم الأحد يكون هناك تراجع وتكون أضعف سيولة خلال الأسبوع اليوم مفاجأة بحجم سيولة كبير بنشاط كبير كانت جلسات الأحد خصوصا إذا ما كان هناك استغرار في المؤشرات العالمية أو أن السوق الأسواق الخليجية سعرت أداء الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع يكون هناك دائما هدوء خلال جلسات يوم الأحد ولكن اليوم لم يحصل ذلك خصوصا على السوق الكويتي بقية الأسواق الخليجية الوضع مختلف لكن السوق الكويتي اليوم كان دخول كبير وسيولة يعتبر أفضل يوم أحد خلال من الأيام الأحد القلائل خلال هذا العام التي نرى سيولة تتجاوز الخمسين مليون دون النظر إلى تداولة الأسبوع الماضي أو حتى فوتسي رسل أو تداولات معدلات السوق ولكن دائما في بداية الأسبوع في أقل بالأحيان لا تتجاوز السيولة ثلاثين خمسة وثلاثين مليون إلا يكون هناك حوادث أو بيانات أو التقلبات حادة سواء في أسعار النفط أو في المنشرات العالمية اليوم لا يوجد هذا التقلب كان السوق مرتفع خلال الأسبوع الماضي أيضا بنسبة 2% قبل ذلك ارتفع هو الأسبوع الرابع الآن ثلاث أسابيع ماضية كان السوق على ارتفاع بنصف نقطة مئوية في بداية الشهر ثم نصف آخر الأسبوع الماضي كان الأفضل خلال آخر شهرين مايو يوليو ارتفاع بنسبة 2% السوق الأول ارتفع بنسبة 2.3% إذن اليوم يواصل هذا الأداء ولكن على وطيرة أعلى وعلى مفاجأة وعلى سيولة أعلى وأيضا نشاط 340 مليون سهم إذن أيضا نشاط عالي جدا حتى عدد الأسهم المتداول اليوم لأول مرة نصل إلى مستوى 129 سهم نحن دائما يكون متوسط الأسهم المتداولة بين 124 إلى 120 سهم خلال تعاملات هذا العام إذن ارتفاع في كل المؤشرات وعلى كل المغاييس أستاذ علي مثل ما نتأكد أننا وشايفين الإيجابية والأخضر مكتسي جميع القطاعات وجميع الأسهم ولكن اليوم تدولات المستثمرين في شكل عام والمضاربين في سوق الكويت الأوراق المالية أي الأنظار توجهت إلى الأسهم الصغيرة أم الأسهم القيادية حقيقة حقيقة اليوم توازن هناك في توجه المستثمرون هناك مستثمرون مستمرون بتداولات أسهم كبيرة معروف أن معظم المحافظة لدينا والصناديق لا تستثمر ولا تتداول بالأسهم الصغيرة بينما تبغى بنشاط كبير جدا على الأسهم القيادية تداولات الأسهم القيادية أو أسهم السوق الأول 41 مليون دينار إذن لا نستطيع أن نقول أن نتركز على الأسهم الصغيرة ولكن هناك ارتفاع كبير في نشاط الأسهم الصغيرة أسهم السوق الرئيسي هناك ارتفاع كبير في أيضا السيولة بدأت وصلت إلى 11 مليون ونصف وهي من أعلى المستويات إذا ما استثنائنا طبعا تداولات أحيانا تكون هناك تداولات استثنائية على بعض الأسهم كما يحصل على بنك التجاري يرفع السيولة ولكن في الأيام دون استثناء لم نصل إلى مستويات أكثر من 10 مليون اليوم 11 مليون ونصف إذن هناك توازن أي أن السوق الرئيسي تداولات بحوالي 20% من إجمال السيولة وهناك 80% هي سيولة السوق الأول وكذلك تعتبر عادلة بما أن أوزان شركات السوق الأول أكبر بكثير وهذه الشركات التي تداول بالسوق الرئيسي لا تتجاوز 20% أو حتى أقل من 20% كوزن في السوق نعم المستشار الاختصادي الأستاذ علي لأنزي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وحول هذه الجلسة الأولى من تداولات هذا الأسبوع إذا مشاهدين السوق العام السوق الأول السوق الرئيسي يعني الله الحمد مكتسين كلهم في اللون الأخضر وقعد لاحظ أن أغلبية الأسهم سواء الأسهم القيادية وأيضا أغلبية الأسهم الصغيرة يعني في ارتفاع ملحوظ وإيجابية ملحوظة تامة بإذن الله نتمنى هذه الإيجابية واللون الأخضر أن تستمر مع المتداولين حتى نهاية هذا الأسبوع مشاهديننا نلقاكم بإذن الله في صباح الغد نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة